استشارة عسكرية محدودة وكل ما يمتلكه اليمنيون من أسلحة ناتج عن مساعدتنا نحن ساعدناهم في تكنولوجيا صناعة السلاح لكن صناعة السلاح تتم في اليمن هم يصنعونه بأنفسهم هذه الطائرات المسيرة والصواريخ صناعة يمنية هل يوجد الآن مستشارون عسكريون إيرانيون في اليمن؟ يوجد عدد قليل من المستشارين لا يتجاوز عدد أصابع اليد ما هي مهمتهم؟ مهمتهم تقديم الاستشارات هل ترسلون الآن السلاح إلى اليمن؟ لا حاجة الآن لإرسال السلاح هل أرسلتم أوائل الحرب؟ بشكل محدود جدا وذلك لأن اليمن كان يمتلك جيشا قويا وكان لديه أسلحة جيدة والجيش اليمني من بدأ إلى جانب أنصار الله في مواجهة الحرب وكان لديه إمكانات جيدة ونحن قدمنا الاستشارات أكثر مقارنة بتقديمنا السلاح إلى اليمن هل ترسلون الآن مساعدة إنسانية أدوية أو أغذية؟ للأسف في الوقت الرهن هناك حصار على اليمن وإذا أراد العالم إرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن هناك العديد من شعوب العالم أعلنت عزمها القيام بذلك